اشتركوا في القناة اللي عندهم فعلا اولاد في مدارس او حضانة بيصحوا بدري بس عندي سؤال بقى هل انتوا بتصحوا بدري وخلاص كده بتفوقوا طول اليوم ولا بتصحوا بدري تنزلوا لادكم المدرسة او الحضانة وبترجعوا تناموا تاني بصراحة انا لسه يعني ايه مش سبتة على نظام اوقات بنزل ديما الحضانة وبرجع بحس نفسي مفرهادة واللول انا عايزة نمي مش قادرة فبنم ساعة وصاعتين واقوم وساعات لقى بلاقي نفسي فوقت وان انا مش عارفة نام تاني فلسه مش مستقرة على حاجة بصراحة ابديت سريعة كده على الحضانة الحمد لله الوضع بقى احسن كتير من الاول هي زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات لسه بتدوخني كده لما يجي صحيحة من النوم اريافة اطفال بقى عارفين الطفل المش عايز يروح المدرسة والجودة هي كده بس بعد كده الحمد لله هناك لقى الوضع بيبقى كويس ما بتعيطش وكده وبروح اخدها وبعدين هي اول اصلا ما بديها لناني في الحضانة بتوعتي تقول لها ماما هتروح تعمل الاكل وتيجي فهي خلاص كل يوم ماما هتعمل الاكل وتيجي انا فهمتها روح اروح البيت اعمل الاكل وخلص البيت وروه واجي هي حتى اول ما تيجي تقول لي عملتي الاكل روقتي البيت عشان تتأكد ان انا فعلا عملت الحاجة دي وحقيقي بشكر جدا جدا كل الناس اللي ساعدتني اصلا ان انا اخد الخطوة دي وقاعد قولي روين نزليها حضانة بجد هتفرق معيها وهتفرق معيكي فعلا انا بدأت تحس فرق كبير مع ديما نفسها ان هي بتخرج طاقتها اي نعم مش عارفة بتجي من الحضانة بتكمل طاقتها في البيت وبالها كم يوم كده مجنونة وبتكسر لي حاجات في البيت بس على الاقل ان هي بتطلع طاقتها بدل ما هي قاعدة في البيت كانت بتزهق طول يوم كان بتبقى زنة او شيليني او اي حاجة من الحاجات دي فبتطلع طاقتها احسن بتتعامل مع اطفال ودي حاجة بسطاني جدا ان كنت عايزها تتعامل مع اطفال وتختلط بيهم عشان تعرف تتعامل معهم ازاي وفي نفس الوقت انا برضو بيكون عندي وقت لو في حاجة محتاجة ان انا خلصها في حاجة محتاجة ان انا عملها فلا طبعا هي فرقت معانا كتير قوي قوي فبشكر جدا كل الناس اللي دعمتني وقتها وقالتلي روين نزليها حضانة سنها مناسب جدا وكان في ناس يعني اقلية جدا بس احب اقول لكم لا بجد الموضوع فرق كتير هي في مشكلة واحدة بس ان الحضانة خلتها ان هي بتتعلق بيها بزيادة بتحس ان انا خلاص عشان سبتها بقى وبسيبها لوحدها فترة طويلة فما بترجع بتبقى عايزة تفضل طول اليوم قاعدة على رجلي عايزاني لو بعمل حاجة شايلها بحيس ان هي خايفة ان انا يعني اسيبها تاني او كده فمش عارفة الموضوع ده هيطول ولا هو كبداية بس عشان بقى لي فترة باسيبها مثلا في الحضانة فاللي هو عايز تتطمن ان انا معيها مش عارفة بصراحة المهم اني سحيت وصلتها الحضانة ورجعت فترت وقعدت شوية كده خلص حاجات على الموبايل وكت في حاجات معاينة كده عايزة خلصها المهم خلصتها وبعدين قلت خش ابدأ في الغداء على طول انا كان عندي بامية ورز من مبارح فالنهار ده هعمل حمام كداب جنبهم دي شكل الاوراق بتيجي كده من عند بتاع الفراخ انا مش وقطها في البيت لان انا مش بعرف انا بجيبها كده من عند بتاع الفراخ بقول له عايزة حمام كداب بيديني بقى بالكطع اللي انا عايزة فانا كنت عايزة اتنين فهو بيديولي بتبقى وراك وبتبقى مخلية كده بطريقة معينة عشان تقداري ان انت تحشيها نظفتها من مبارح كويس جدا وشلتها في التلاجة ما حبش ابدا اعمل الفراخ في يومها او اجيبها من عند الراجل بتاع الفراخ وعملها في ساعتها ما بحبش ابدا لازم قابلها بيوم المهمة كانت نظيفة وجهزة وكل حاجة وعملت روز حبة كده قد كاف في ايدي يعني حبة صغيرين خالص عملتهم نص سوى ما سوتوش سوى تان وبعدين حطيتو كده بالشكل ده جوه الفراخ بنتحاول ان انتو متملهوش كتير عشان تعرفوا تقفلوه وكمان عشان مايفضلش يتفتحوا في الميا عايز اقولكم طبعا مش بريفو بيرفكت وبيطلع حلو قوي بس يعني او بيطلع في الاخر حميمه وخلص بعد فكرة بيطلع طعمه حلوه جدا لو في حد رسل ما جربوش جربوه بجد بيطلع طعمه جميل انا بلمها كده على بعض وبخلة الاسنين بروح مقفلها بالشكل ده طبعا ما كنتش عارفة عاملها واملوكها عشان كنت حتى الستاند بتاع الموبايل فرحست راح ابعدتو وخلصتها بلمهم بالشكل ده واي رز زيادة بيطلع بروح مرجع تاني في الحلة وعادي الرز ده بسويه كده مع الرز اللي احنا هنالك يعني مش بيت راما ولا حاجة مهم ان انتو بتعمله على قد الكمية اللي عندك وانا عشان عندي اتنين بس فعملت كمية رز قليلة جدا زي ما انتو شايفين كل ما بضغط عليه بيطلع رز فالزيادات دي كلاش لوه عشان هتنزل في الحلة اصلا مهم قفلته كويس زي ما قلت لكم قفلت الموبايل ما كنتش رمالكا ان انا قفله كويس فاقفلته وبعدين جت حل حطيت فيها معلقة سمنة وحطيت فيها الحاجات بتاعت الشربة ورق لورة وحبهان وقرونفل ومستيكا وشوحتهم كده على النور شوية وبعدين رحت منزل عليهم الحمام الكدب ياخد بس التشويح انا مش عايزة تديله لون ولا اي حاجة انا بس يعني زي ما بيقولوا ايه بني اديله صدمة كده على النور بحيس ياخد من النكهة بتاعت ورق لورة والقرونفل والحبهان والحاجات دي كلها وبقى لحد ما يستوي تماما ممكن تلاقوا في الميا عادي بينزل رز يعني يبقى حظكوا وحش بقى لو اتفتحت في الميا لان للاسف كل الرز رجواه هيقع هي لفها بصراحة بالنسبة لي بحسوا مش اسهل حاجة في ناس كمان بتربطها الاول بالخيط وبعد كده بتعملها بخلة الاسنان بس انا بستسهل بصراحة يعني بقفلها كده كروكي يعني وهي لما بتتسلق على الوضع ده بتاخد اصلا الشكل ده فمش هتفك ما تقلقوش ساعات كمان لو عندي الكبد والقوانس بتاعة الفراخ بسويها مع الرز ويبقى محشي رز بالكبد والقوانس بتقطع ماهو حلو قوي برضو سبتها بقى الشربة تتعمل والفراخ تستوي وقلت بقى اخد استراحها لقيت في الفريزر ايس كريم مش فاكرة بصراحة بتاعت مين يعني مش فاكرة اصلا جبتها امتى فلاقيتها وقلت بقى طلعها وحزقه كان جميل كسبت فيها يا جماعة لان انا بقى لي فتراص لان بجيب ايس كريم ما بكسبش فيه خالص فلاقيت ان انا كسبت فيها لف فلاق انت وشكو كان حلوة علي فقلت اخد بريك بقى قاعد يأكل الايس كريم واستمتع بيها شوية قبل ما الفراخ تخلص تعالوا اكلمكم على منتجات وصلتني لسه من قريب ولسه بدأ ان انا جربها انت قلتوا لي اي حاجة جربية للشعر وقللنا عليها علشان نجربها معاك لان اكتشفت ان فيه ناس كتير قوي عندها نفس المعانية والمشكلة بتاعت تساقط الشعر لأسباب كتير بقى اللي عنده أنيميا الحامل الرضوع وكل الكلام ده بس حاب اقول لكم انتوا يعني ضروري تاخدوا فيتمنز مع الحاجات اللي بتستخدموها للشعر عشان تجيب نتيجة احسن انا جبت فيتمنز بس الدكتور هو اللي كاتبها لي فما قدرش ان انا اقولها لحد طبعا ياخدها يكون مش محتاجها او كده فلازم تسألوا الدكتور بتاعكم لو حابين تاخدوا فيتمنز عشان شعاركم او عشان صحاتكم عموما هو هيقول لكم الفيتمنز اللي تاخدوها ايه فمع الفيتمنز بقى هاجرب المنتجات دي وصلتني من عند ججوبة سيكريتز وكلها منتجات طبية الحاجات دي كلها طبية مصرحة من وزارة الصحة وانا شفت التصريح بنفسي عشان اتأكد قبل ما اقول لكم الحاجات دي هتلقوها موجودة في الصيدلات الكبيرة وكمان ممكن تطلبوها من الاسستجرام بيج بتاعيتهم اسمها جوجوبة سيكريتز دود ايجي وممكن كمان تطلبوها من امازون الحاجات دي موجودة كمان على امازون المجموعة كلها للشعر وكمان بيهتموا جدا بالشعر المغطر لان طبعا الحجاب زي ما احنا عارفين بيأثر كتير على الشعر خصوصا لو انت بتشتغلي او بتعودي فترة طويلة برية فطبعا شعرك بيتأثر من تغطيته المهم تعالوا اقول لكم بقى اول حاجة هو الشامفو ده هو كل منتجات طبية زي ما قلتلكم خالي من السلفيت والسيليكون والبارابين والالوان دي حاجة كويسة جدا تاني حاجة بنستخدمها في المجموعة هي الكنديشنر وبرضو فيه نفس الكلام ومحدود فيه كمان مجموعة زيوت عشان تغزي الشعر وترطبه وكمان تقلل التساقط فباستخدم الاتنين مع بعض وبعد كده بقى فيه اتنين نوعين من الزيوت وانا بصراحة بحب استخدم جدا حمام زيت قبل الشاور لان بحس ان حمام الزيت بيفيد الشعر جدا بس يعني ما تسيبوهش فترة طويلة يعني ما تدهنوهش وتسيبوه مثلا لو هتخسروا شعركم مرتين في الاسبوع من الغسلة للغسلة لأ علشان تسيبوا شعركم يطلع الزيوت الطبيعية اللي فيه الزيت ده فيه كمية زيوت يا جمعة مش طبيعية جوجوبة أرجان توم لوز جوزهند زاتون زيت خروة فيه مجموعة كبيرة جدا جدا من الزيوت فأعتقد انتي هتكون حاجة حلوة قوية كنت دايما بيستخدم اي نوع واحد لوحده لكن أعتقد الماكس ده هيبقى حاجة مغزية جدا للشعر وحاجة حلوة للشعر فأنا هستخدمه قبل الشاور بسيبو دايما ساعتين ساعة حسب الوقت اللي عندي ممكن من الصبح هاجي استحمى مثلا على نص اليوم فعلى حسب الوقت اللي عندي بس مش بسيبو كدهن لان طبعا هيبقى تقيل جدا على الشعر بالعكس داي يعمل كمان تساقط على الشعر عشان هيكون تقيل عليه فان شاء الله بردو وانا كل حاجات دي هجربها فترة كده وبعد فترة هقول لكم لو جابت نتيجة كويسة معايا هقول لكم عليها الحاجة التانية زيت الججوبة وده بقى هم أصلا متخصصين فيه عشان كده حتى البيتج بتاعتهم اسمها الججوبة سكرتز ده زيت الججوبة طبعا زيت الججوبة معروف انه من الزيوت الخفيفة فانتو ممكن تستخدموا كدهان ممكن كسيرم يعني ممكن تستخدموها على أطراف الشعر لو أطراف مأصفة أو تلفة كمان هم مكتوبة عليه ممكن نستخدمه للبشرة بس أنا بصراحة ما بحبش هستخدم زيوت لبشريتي خصوصا لو انسي بشريتك دهنية فباليش فهو زيت خفيف قوي تقدري تستخدمي زي ما بقول لكم كسيرم أو على أطراف الشعر هجرب المجموعة كلها واشوف النتيجة بتاعتها ايه وان شاء الله بعد فترة هبقول لكم عليها برضو بصوا شكل الحمام الكذاب بعد خلاص ما تسلقت كويس هو أصلا بيكش كمان بعد ما بيتسلق حطيت عليه بس شوية زيت وحوالي معلقة كاتشوب كده ساعات بحط صلصة وعسل بس عشان ما كانش عندي عسل فحطيت كاتشوب بيديله طعم مسكر كده بيبقى حلو قوي بدهينهم كويس قوي قوي بالفرشة وبعدين بدخلوا تحت الشوية عشان يتحمل كويس وياخد لون حلو عايز أقول لكم بجد طعمه بيبقى طحفة بجد والله بتعملوا بقى جنبه أي نوع خضار انتو حبينه ممكن تعملوا جنبه شربة وملخية ورز يعني زي ما هتحبوا تعملوا الحاجة اللي انتو عايزين هتعملوها جنبه ممكن تعملوا جنبه رز بسمتي ليه أفكار كتير قوي وبجد من الأكلات اللي تحسنوا كانتو حاجة مختلفة بس في نفس الوقت لذيذة وطعمها حلو فلو انتو من الناس اللي بتزهقوا من الأكل وعايزين تجددوا وعايزين تغيروا ولسه ما جربتوهوش بجد جربوه هتلاقوا على فكرة فيديوهات عنه كتير جدا جدا على اليوتيوب وطرق كتير ليه فممكن برضه تتفرجوا عايزي وتشوفوا الحاجة اللي تناسبكو أو لو حابين تاخدوا فكرة ازاي بيتلفوا كل الطريقة دي هتلاقوا ناس برضه بتعمل طرق تانية مختلفة زي ما قلت لكم فيه ناس بتربطوا بالخيط فهتلاقوا أفكار كتير قوي وبما إني خلصت الحمد لله لغدا فقررت أعمل القهوة بتاعتي بقى وأعود أشربها في استمتاع قبل ما أجيب ديمة أنا عارفة الفيديوهات الفترة دي قصيرة بس أنا مستمتعة إن هي مش طويلة قوي يعني بحيث إن هي عشان ما تزهقش حد أنا عارفة في ناس كتير جدا بتحب الفيديوهات الطويلة وبتكتبوا لي كومنس وأنا على فكرة بشوف الكومنس كلها بس في ناس برضو بتزهق من الفيديوهات الطويلة فأنا حبيت أكون يعني إيه وسط حاجة عندي إن أنتوا تكونوا مستمتعين وإنتوا بتشوفوا الفيديوهات بتاعتي لو في أي حاجة حابين إن أنا شاركها معاكم الفترة الجاية في الفيديوهات اكتبوا لي تحت في الكومنس وأنا على فكرة بشوف الكومنس كلها شكرا جدا جدا على كل حد بيدعمني بيقول لي كلمة حلوة بيشجعني بجد كلامكم ده مش متخيلين بيفرق معايا إزاي وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص النهاردة استنوني إن شاء الله فيديو جديد وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وكومنت وكمان لو أنتوا لسه مش مشتركين في القناة تشتركوا فيها ولو حابين القناة بتاعتي تكبر أكبر وأكبر شاركوها مع صحابكم وإخواتكم وخليهم كمان يشتركوا معنا في القناة